ينضم لنا من الخرطوم مرسل الغد أحمد العربي أحمد التفاصيل معك منا قبل دقائق من الآن بدأت جلسات التفاوض أو المباحثات الخاصة بشأن سد النهضة بداخل وزارة الري هنا في العاصمة السودانية الخرطوم حيث بدأ وزير الرئي السوداني باجتماعاته المنفصلة والمغلغة بوزراء الرئي سواء كان المصري أو الأثيوبي وكل على حذى عموما وزارة الرئي تضرب سياجا من السرية على هذه المباحثات لكن وفق مصادر كما تعلمين أن أثيوبيا كانت قد انسحبت في اللحظات الأخيرة من توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى بواشنطن بحجة أن لديها المزيد من المشاورات الداخلية ربما اجتماعات هذا اليوم ستضع مصفوفة لبقية الأيام أو المفاوضات التي ستأتي بعدها لذلك اجتماع وزير رئي وفق مراقبين كل على حدة بوزراء الرئي سواء كان في مصر وأثيوبيا هذا يعني أنه يريد ربما إحداث توافق فيما يتعلق بالعملية التفاوضية بعد تأكيدات من السودان أن المفاوضات يجب أن تبدأ من حيث انتهت نعمنا طيب ما الذي يضر أحمد في السودان وفي الكواليس أيضا والأسيما بعد الذي حصل على الحدود السودانية الإثيوبية هل من شأن ذلك أن يؤثر على مصار ربما فاوضات سد النهضة؟ حتى الآن وفق المتابعات أنه ربما لا يتأثر باعتبار أن هذا الملف منفصل تماما وأن هناك قنوات دبلوماسية ما بين السودان وإثيوبيا لكن وفق البيان الصادر من وزارة الخارجية بالأمس تأكيداتها وأيضا ضعوتها لمجلس الأمن بضرورة الإصرار على جميع الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي ربما يعني يؤخذ واحد من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ربما الاعتداءات التي حدثت والتي ربما يمكن أن تذهب بعيدا في زعزعة أمن الإقليم وخاصة أن الملفات جميعها متشابكة سواء كان الملف الأمني أو الملف الاقتصادي ما بين السودان ومصر وإثيوبيا شكرا جزيلا لك من الخرطوم ورسل الغد أحمد العربي ونبقى في